هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 433 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 94 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 48 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط أكثر من 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 722 قضية من بينها 46 قضية خبز ناقص الوزن إضافة إلى 61 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تمضبط 14 قضية بمضبطات بلغت قرابة 322 طن ترجمة نانسي قنقر